لاكجري رح تكون عم تصرف هذا طلع الكمان لبرج مش عارف اشوه رح يكون في عندك اكتر يعني بذخ او انت كريم بالاساس يا برج السرطان رح يكون في عندك شو يعني عم تدفع كتير عم بشوفك هاي الفترة وممكن يكون معناه انه فعلا ثروة جاية في الطريق او يعني الشغل اللي عم تشتغله قبل شوي قلنا عنه كله والمحاولات عم بتكون اكتير يعني اكتير مثمرة ورح تجيب نتيجة في اسرع وقت شايفيتك عم بتحاول تكون غامض هذا الشهر وخاصة مع الشريك حتى مع الاشخاص التانيين عم بتتكتم على مشاريعك عم تتكتم على ما عم تأمن لحده ما عم تعطي ثقة لحده حتى الشريك عم تتعامل معه بغموض فهذا اكتر اشي بالنسبة لطاقتك يا برج السرطان خلينا نشوف هاي الكروت تحذيرية بتحذرنا دائما من شي معين خلينا نشوف شو عم بتحذرنا هاي المرة لبرج السرطان من شو عم تحذره بتحذرك غريبة هاي يعني بس مش عارفة بتحذرك من شخص جديد عم يدخل حياتك اما صديق اما كحبيب داخل اما معجب عم تدخله في حياتك هذا الشخص دير بالك منه من دخول اي اشخاص كون حريص يا برج السرطان ما عم بقولك لا تدخل حدا لحياتك ولكن عم بقولك كون كتير حذر بالنسبة لهذا الشخص كمان تحذير تاني بالنسبة للعائلة الاهتمام بالعائلة بقولك عدم اهتمامك بالعائلة ممكن يؤدي لانفصال او ممكن يؤدي انه مش انفصال يعني لا زمح الله لا امور ابعد من ما انت متخيل فلا شوي قرب من الاسرة وكمان من الاسرة الكبيرة مش بس الاسرة الصغيرة عم بشوفك عم بتكون بعيد عن جذورك يمكن هذا الكرت بيحذرك او بيوصيك انه تكون قريب من اه خلينا نقول قريب من العائلة عم بشوف والدتك على خلافه شوي معك فكون اه حذر من هذا الموضوع يعني احنا شو قلنا غير رضاهم علينا يعني اه الله يديمهم فاصلح الموضوع اذا كان في بينك بين الوالدة او الوالد اي موضوع اه يعني ما بعرف شو انتو ظروفكم بس طلع لي هذا الكرت خرينا نشوف هون هطلعلك اه هدول المسجز فرم انيمالز كل واحد بيطلع له حيوان معين بيحكي له المسج اه بما يعني تناسب مع طبيعة هذا الحيوان بيقولك لا تلتهي بالشغلات اللي بتلهيك هون وهون وهون كون كتير واضح ويعني ماشي منيح بالحاس السادسة تبعك عم بتكون عندك تفتيح عين هاي الفترة عم بتكون عندك حاسة سادسة لبرج السرطان عم بتصير عندك مثل صحوة نورانية يعني روحانيات حلوة كتير هاي الفترة فبقولك الحدث تبعك شو بيدلك امشي وراه وضلك مركز على الهدف تبعك وتحرك بسرعة كنت بطيء بالفترة الماضي فبقولك بالفترة الجاي بقولك اختار انك تكون انت محبوب انت يعني انت اساسا انه انسان محبوب جدا يا برج السرطان وهاي الفترة رح تكون اكتر جاذبية مثل المغناطيس يعني بتجذب الاشخاص اللي من حواليك اعمل الاشي اللي انت بتحسه الصح حتى تجاه الاشخاص اللي حواليك مو شرط انه تكون يعني خلينا نقول مو شرط تكون بس القول تبعك الو علاقة فيك انت ولكن ممكن انه تشاركه مع الاخرين فالنجاح اللي بيجي جماعي بيقولك انه اشتغل مع فريق اكتر هذا الشهر ما تشتغل ما تشتغل بشكل فردي نجاحك اكتر هذا الشهر ازا كنت اعم تشتغل ضمن فريق اه طيب ما اخدنا هدول الكروت بالنسبة للي عندهم شريك اه منفصيلين او متصيلين يعني في كل الاحوال اللي عندهم شريك خلينا نشوف عقله الباطن شو عم بيفكر لا يعني اكتر اشي او بشكل عام اه عم بيحاول انه يستشفي عم بي شايفيته عم بيسمع او تارك العوائق زي ما هي ما عم بيحل شي اه العوائق شايفيتها مثل ما ما هي هو كسلاني كتير هاي الفترة انه يعمل اي تغيير انه يعمل اي اجراء اه فبشوفه شوي يعني ماسك مكانه اه ولكن دي النتيجة انا شايفه بينك وبينه هو في عقله الباطن يجب انه يخزن فكرة الارتباط منك لانه انا شايفي هون شجرة ومال ويعني وسروة ونمو فعم بيفكر بانه يرتبط فيك فيعني مع انه كرتين شوي متناقضين بيوصفه شخص اساسا متناقض يمكن يكون فخلينا نشوف طيب هون شو فيه ديتوكس بحكيلك تخلص من ديتوكس يعني اللي في حياتك حاول تكون يمكن نباتي عاداتك سيئة عم بتكون كتير اما بتاكل ابل ما بتنام دايريكت او ما عم تعمل سبور او عم تكتر او تدمن على شغلات معينة مثل ما بعرف تدخين شغلات عم بيقولك انه لازم تتخلص من السم اللي في جسمك هو وقع قبل ما احرك ايوه بيقولك انه انت رح تحرز هدف رح تحرز هدف في الصميم بالفترة الجاي فهاي يعني بشارة ما بعرف شو الهدف تبعك عاطفي او او غير يا برج السرطان بس بالعموم عم بيقولك انه رح تحرز هدف او شي انت مصمم كنت اه عليه فعم بتحققه بقولك في تغيرات في العائلة اه وكانه فيك حمل للنساء او حتى لو كنت رجل سرطان في حمل زوجتك او بشائر بحمل لانه في تغيرات بالعائلة وممكن تكون تغيرات مادية المهم انه هاي التغيرات هي عبارة عن تغيرات ايجابية ممكن تكون مصالحة مع احد افراد العائلة لانه قبل شوي بيان عندي وكأنه في شوية صراعات مع شخص من العائلة او صديق فعم بشوفها انه عم تحكي لك انه صالح او بادر او كون انت اه من المبادرين في هذا الموضوع كيب تشارجينج اهيد اه بقولك انه ضلك تشجع حالك او ضلك تعمل تشارجينج لحالك تشحن حالك لقدام اه ولا لا تحكي دايما لحالك انه لا ما رح يصير لا ما رح يصير هاي هاي الكلمة اتركها يا برج السرطان انا بعرف انه انت بتحكيها كتير فبقولك اتوقع المعجزات والسوليوشنز والحلول اه حتى تظهر فالاشي اللي بتتوقعه بيظهر فبقولك ما تكون ابدا سلبي بالعكس احكي يس شو خسران انت يعني انا بستغرب ليش احنا بنفكر احيانا او ليش انتو بتفكروا بطريقة سلبية طيب ما انت بتفكر بطريقة سلبية او ايجابية يعني يعني ما رح تخسر اشي لا هيك رح تخسروا فليش ما تكون ايجابي يعني مش خسران اشي والله ما حددفع فلوس يعني بس انت جربها لمدة 21 يوم بس انك تكون ايجابي وانك تطرد الافكار السلبية من بالك وشوف المعجزات اللي ممكن تحصل في حياتك راقب بس يعني الاغلبية ما بترد يعني ما بيعملوا هذا الاشي بيقولك انت على يعني على شفاء يعني زي ما بيقولك خطوة واحدة من النجاح ولكن انت متشائم من عدم النجاح او كزا فبقولك ضاي الخطوة الصغيرة بس يعني فاصبر خليك خليك في هذا الموضوع وانت رح تحصل علي انت بدك اياه فما تمل احيانا واقت اللي انا بدي امل بعديها بيوم او بعديها بيومين يعني لو انا كملت كان حصلت علي بدي اياه فليش هون طلع لنا انه هون طلع لنا انه كيف دا اقولك اكتر اشي رح ينجح معاك هذا الشهر موضوع الشراكات او زي ما قلنا قبل شوي انه الشغل في فريق اكتر اشي رح كتير تبدع ازا كنت عم تشتغل في هاي في هاي الطريقة انه التعاون مع اشخاص او المشاركة تشارك الاشخاص بشي معين حتى لو كان عصاعيد عاطفي حتى اصدقاء كزا احلى شي هذا بيقولك رومانسي يعني هلا وقت الرومانسية لو كنت متزوج او غير متزوج اعزب منفصل فهذا الوقت كتير مناسب انه تعيش يعني مغامرة رومانسية مو شرط يعني شخص جديد ممكن شخص قديم في حياتك فهذا الوقت الرجعة وهذا وقت الحب فشي كتير حلو لبرج السرطان نشوف اخر اوراكل بيقولك انه الانيرجي اللي عندك اياها كبيرة كتير ورح تتفجر عندك طاقة كبيرة جواتك رح تكون بسبتمبر يا برج السرطان بيقولك اعكسها او اعمل 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 يعني كيف ده اقولك اعمل انعكاز شارك هاي الطاقة مع الاخرين طول الوقت عم بيقولك عالمشاركة وكأنك هاي الفترة او الفترات الماضية كنت عم تشتغل لحالك اا ما كنت عم بتشارك اللي حواليك او ما كنت اا عم بتأمن للي حواليك فبيقولك انه اكتر شي هاي الفترة اا انه تشارك مع العالم خلينا نيجي على اااا الاضافة اللي رح تكون على توقعات ما اعرف ازا عجبتكم ممكن انه اااا يعني اااا نستمر عليها رح تسألوا سؤال رح تدمروا سؤال رح تكون اجابته يس او نو ااااا ازا في موعد معين او تقريبي يا جماعة مش وقت يعني بالزبط تقريبي اه ممكن انه نحكي فاضمر على سؤال يا برج السرطان او اعمل بوز للفيديو واسأل سؤال ركز في سؤال معين فكر فيه وخلينا نشوف الاجابة صح رح يصير هذا الاشي ولا ما رح يصير او انه هو اه مو شرط يكون حدث بده يصير ممكن شغله صارت او لأ وانت شاكك اه ممكن يكون اي سؤال يخطر على بالك لكن الاجابة فيه يس او لأ الاجابة الاجابة هي مش بس يس لا يعني زي ما بتقول عشرة يس اه هذا الاشي رح هيحصل مليون بالمية اه على اد ما انت حاسوا انه صعب على اد ما فيه عوائق شايفي انا كثير عوائق فيما سبق بهذا اه لهذا الموضوع فيه كثير عوائق عشتها انت اه لحتى هذا الموضوع ما يصير ولكن انا شايفي هاي العوائق عم تتكسر اه شايفي الشي هذا عم بسير عم بتكون انت متل الملك او الملكة في الموضوع وفيه انتصار في اه الموضوع ترجمة نانسي قنقر